أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الكمالات المعنوية تتجلى في أولياء الله من حيثيات عديدة لأنهم مظهر جمال الله عز وجل ومظهر جلاله وبهذا الاعتبار تكثر أسماؤهم وأوصافهم وألقابهم يعني كل اسم كل وصف كل لقب يشير إلى كمال من كمالاتهم يظهر هذا الكمال في المناسبات المختلفة يتجلى فيهم هذا الكمال وبهذا الاعتبار نلاحظ أن الإمام الكاظم عليه السلام كثرت أسماؤه وأوصافه وألقابه من حيثيات مختلفة طبعا هنا نتسامح في التعبير أحيانا نعبر عن اللقب بالاسم وأحيانا نعبر عن الاسم باللقب لأن المعنى هو المقصود لاحظوا مثلا في زمان التقية اللي كان لعله زمان الإمام الكاظم أشد الأزمنة تقية كان على الأئمة وعلى شيعتهم وهو زمان طويل استمر مدة طويلة كان أصحاب الإمام وشيعته لا يستطيعون التعبير عن الإمام باسمه ما يقدرون يقولون موسى بن جعفر وإنما يعبرون عنه بالأوصاف والإشارات مثلا يعبرون عنه بالعبد الصالح ويعبرون عنه بالفقيه والعالم وأبو علي وأمثال ذلك من الأسماء والكنا والألقاب حتى السلطة لا تعرف المعنى المقصود وينجون من ظلمها ومن سطوتها وباعتبار وباعتبار مقامه الإلهي وأنه موضع الحاجات ومحل العناية الإلهية وإجابة الدعوات وقضاء الحوائج يقال له باب الحوائج بهذا الاعتبار تجلى فيه هذا الأمر أكثر فيقال له باب الحوائج إلى الله ذكروا بأن هذا الإسم المبارك ينفع كثيرا في التوسل بالشفاء من الأمراض الظاهرية والباطنية الذي يتوسل إلى الله بالإمام الكاظم عليه السلام بوصفه باب للحوائج ينال الشفاء من أمراضه الباطنية والظاهرية سيما أمراض الأعضاء كما يقولون ويقال أن هذا مجرب هذا الأمر فينفع كثيرا باعتبار عبادته وخشوعه يلقب بالصالح وبالنفس الزكية بهذا الاعتبار وباعتبار صبره وتحمله المعاناة من الظالمين يعبر عنه بالصابر وباعتبار نور أخلاقه وسموها يعبر عنه بالزاهر لأن الفضائل والأخلاق تظهر فيه تظهر فيه وباعتبار أفقهيته على أهل زمانه باتفاق الخاص والعام أنه أفقه أهل زمانه وأنه أحفظ أهل الزمان بكتاب الله عز وجل يلقب بزين المجتهدين بهذا الاعتبار هذا توصيف للإمام صلوات الله عليه في الكتب السماوية أيضا هناك تسمية وتوصيف للإمام علماء أهل الكتاب يعلمونها منها هذا التوصيف خير المسجونين في سجن الظالمين في الكتب السماوية ورد يوصف الإمام الكاظم ويشير إلى حالته وحياته والأحداث التي تمر به إذن من هذا يتضح بأن أولماء الكتاب كانوا يحلمون بالإمام صلوات الله عليه وبما يمر به من ظروف وأحوال أشهر ألقابه الذي صار كاسم العلم له ونادرا ما لا يذكر هذا بل غالبا هو الذي يحبر به عن الإمام موسى بن جعفر هو الكاظم هذا صار كاسم العلم له ربما يحبر به أكثر مما يحبر لموسى بن جعفر السر فيه يعود إلى وجوه هاي الوجوه كل وجه منها فيه منقب للإمام وفيه تعليم للناس اللي الإمام اشتهر من بين الأئمة عرف من بين الأئمة بأنه الكاظم الوجه الأول لكظم غيظه على أعدائه في الروايات وارد أنه بالرغم من طول مدة الحفز وشدة المعاناة فيها ما كان يدعو على أعدائه وهو بيده ولا يتكويني على الأشياء بإذن الله بقدرة الله قادر على أن يتصرف بأعدائه مختلف أنحاء التصرفات ولكنه كظم ذلك ولم يظهره حتى أن سجانيه كانوا يراقبون الإمام ويتنصتون عليه حينما يدعو بدعائه لعله يدعو عليهم أو يدعو على هارون مثلا ما وجدوا ذلك ما دعا على أحد من أعدائه كظم غيظه عليهم وهذا بي سر إلهي إذا صارت فرصة نتحدث عنه واستمر على هذا الحال حتى مضى شهيدا في حبسهم الوجه الثاني عرف بكاظم الغيظ لأنه لم يظهر ألمه وتوجعه من بعض مواليه وكان يعلم بأن بعضهم وكانوا بعضهم من العلماء ومن رواة الحديث أنهم سيقفون في الإمام عليه ولا ينتقلون في الإمام إلى الرضا ويسوون فتنة كبيرة في أهل المذهب كان يعرفهم ويعلم بهم ولم يظهر لهم ذلك ما أبدى له وهذا أيضا له فلسفة وله تعليم مهم في هذه القضية في علل الشرائع الشيخ الصدوق هكذا يقول كان والله موسى بن جعفر من المتوسمين المتوسم اللي يدرك الحقيقة من خلال بعض مظاهرها يقال له متوسم كان يعلم من يقف عليه بعد موته يعني من لا يذهبون بالإمامة إلى الرضا يوقفون سلسلة الإمامة إلى الإمام الكاظم ويدعون أنه الإمام الذي سيظهر في آخر الزمان ما مات غاب وإلهم إجراءات وأعمال أجيبه في هذا المجال هو نفس هذا أسلوب هذول الواقفية ما عرفوا بالواقفية هو هذا يحتاج في عشر مجال كلام عنهم ماذا كانوا يصنعون في تضليل الناس خداع الناس كانوا من الموالين غرتهم الدنيا فوقفوا في الإمام على الإمام الكاظم يعلمهم كان الإمام يعرفهم ولكن ما أظهر لهم شيء من ذلك الوجه الثالث هو عفوه عن المخالفين لأن من المخالفين من يتأثر بالدعايات الكاذبة للحكومة والسلطة والسلطة الجائرة فينشرون عن الإمام أباطيل وأكاذيب تخلق العداوة في قلوب الناس تجاهه فكان الإمام صلوات الله عليه لا يقابل المخالفين من المخالفين له وكانوا يؤذونه بالكلام بالكلام الجارح النابي كانوا يقابلون الإمام لكنه كان يقابلهم بالإحسان وبالعفو ويكثر لهم العطاء يعطيهم حتى يكشف لهم الحقيقة وأن ما وقعوا ضحيته هو عبارة عن دعاية وليس بحقيقة لاحظوا أبو الفرج الإصفهاني يقول كان موسى بن جعفر عليه السلام إذا بلغه عن الرجل ما يكره يعني هذا الرجل عنده فرد مواقف معادية للإمام بعث إليه بصرة دنانير صرة كالكيس مثلا ذاك الزمان صرة وصلوا يعقدون به المبلغ كانت هذه الصرار بين 300 دينار إلى 200 دينار مبلغ ضخم في ذاك الزمان حتى صارت مثلا صرار موسى صار مثل بين الناس أن هذه صرار موسى لأنه كل من يخالفه ويعاديه كان يصله بالمال قريب من هذا الكلام الذي قاله أبو الفرج قاله ابن خلقان في وفيات الأحيان والذهبي في ميزان الاعتدال وابن حجر في الصواعق والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ذول ليسوا من الشيعة من المخالفين ولكن أقروا بهذه الحقيقة لاشتهارها وشيوعها إذن أحد وجوه توصيف الإمام بكاظم الغيظ لأنه ما دعا على أعدائه كظم غيظه عليهم وكظم غيظه على الموالين الذين تظاهروا بحبه وولايته وخالفوه في العمل وكظم غيظه على المخالفين له وأرضاهم بالمال الذي كان يصلهم به الوجه الرابع وهذا الوجه أوسع الوجوه ولعله أصح الوجوه الوجوه الثلاثة الأخرى ترجع إليه هو أنه وصف بالكاظم لأنه لازم الحزن وحبس نفسه عليه والخوف على شيعته هذه من لوازم حياة الإمام في حزن دائم من الأوضاع التي يمر بها الناس في حكومة بني العباس ومن الخوف على شيعته وعلى دين الناس بالأمس تحدثنا عن بعض سياستهم كيف كانوا يضللون ويخدعون مأخوذ هذا التوصيف من اللغة يقال كذا ما غيظه إذا تجرعه وحبسه حبسه ما خلاه يظهر بيد أو بلسان في الوقت الذي هو قادر على الانتقام لم ينتقم هو قادر على الانتقام من أعدائه هو دعاء واحد يدعو إلى الله الله يستجيب له ويبدل أعداءه إلى رماد هو ولي الله حجة الله بيده القدرة ولم ينتقم بيده القدرة على تأديب هؤلاء الذين خالفوا ووقفوا وشرخوا في الناس شرقا عميقا وما فعل لهم شيئا وكذلك بالنسبة إلى المخالفين يشهد له قوله عز وجل في حالة يعقوب قال عز وجل وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم إذن الحزن مأخوذ في معنى الكظم حبس النفس من الغيظ ومن الحزن حالة يعقوب هم هكذا كانت من جهة كان حزينا على فراق يوسف أكله الحزن أضناه الحزن ومن جهة أخرى يحمل غيظا على أولاده اللي ظلم يوسف وظلم يعقوب فالآية الشريفة تصفه بأنه كظيم لأنه عنده الحزن من جهة وعنده كظم الغيظ من جهة أخرى الإمام صلوات الله عليه أيضا كظم الغيظ لأنه من جهة يحزن على الأوضاع التي يعيشها خصوصا الناس في زمانه ومن جهة أخرى يكظم غيظه على أعدائه وعلى مخالفه طبعا كظم الغيظ هذه إشارة حتى لا يصير شبهة تندفع شبهة فيها كظم الغيظ مذموم أحيانا وممدوح أحيانا هذا اللي يكظم غيظه أحيانا يكون مذموم وأحيانا يكون ممدوح شوكت يكون مذموم إذا كظم غيظه استسلاما استجابة إذلالا خوفا رعبا هذا مذموم أما كظم الغيظ لأجل الكمال لأجل مصلحة أهم أعظم هذا ممدوح لذلك الروايات الشريفة وردت في متح كظم الغيظ بهذا المعنى وفيه آثار آثار كثيرة أن الإنسان اللي يربي نفس على كظم غيظه ينال آثار كثيرة في المعنويات أولا الله عز وجل يملأ قلبه أمنا وأمانا كظم الغيظ قلبه الله عز وجل يملأه بالأمن والأمان والرضا ثانيا يعلي شأنه بين الناس يعطيه يعطيه العزة يعطيه الشرف والمكانة بخلاف الإنسان العصبي اللي يظهر عصبيته ويتنازع مع الناس ويختلف مع هذا ويختلف مع هذا هذا يهدر مكانته في القلوب يزيل مكانته من القلوب بعكس كظم الغيظ الثالث هو القرب من الله تبارك وتعالى لأن كظم الغيظ العفو عن الناس من صفات الله عز وجل والمؤمن إذا كظم غيظه تخلق بأخلاق الله عز وجل من هنا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عز وجل عزا في الدنيا وفي الآخر هذا الإنسان اللي يقول أنا عصبي وما أتحمل خليل تفت هذا بالمفهوم المخالف شنو أن الذي لا يكظم غيظه ليس له عز في الدنيا وليس له وعز في الله شوي الإنسان يسيطر على أعصابه إذن الإمام الكاظم عليه السلام أشهر ألقابه الذي صار كاسم العلم له هو كاظم الغيظ وهذا المعنى الرابع هو أجمع المعاني وباقي المعاني تندرج فيه هذا من جهة أوصافه هناك ميزة للإمام الكاظم عليه السلام فضلاً عن كمالاته وكمالات والدي من جهة الأم يتميز بمزايا عالية هذا لا بأس بالتحرض إليه لوجود فوائد مهمة في هذا تضافرت الروايات أن الله عز وجل اختار له أم عظيمة عظيمة في خصالها وفي خصائصها وهذا تعليم لكل النساء اسمها حميدة البربرية ابنة صاعد البربري هي في مجيئها إلى المدينة جاء بها أسيرة مو حرة مو مالكة مو ملكة أسيرة لتكون وعاءاً للإمامة الإمام الصادق صلوات الله عليه وصفها بالمصفات من الأدناس كسبيكة الذهب أسيرة من بلاد أخرى جاءوا بها ويقول الإمام صلوات الله عليه وما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي جاءبوها إلى الإمام الصادق كرامة من الله وللحج من بعده إمرأة إمرأة عز وجل يكرم بها إمامين معصومين الصادق والكاظم وأنها تلد خير أهل الأرض شوف شوفوا المقدرات الإلهية من تجري من البار عز وجل يقدر شيء من أقاص الملاد يجيب هذه الأسيرة حتى تكون عند الإمام الصادق وتلت خير أهل الأرض هذا التوصيف بأنها كسبيكة الذهب هذا مو كلام إنسان عادي يمكن أن يحمل على المبالغة هذا كلام حجة الله حقيقة هذا الكلام يقصد هذا المعنى وفيه دلائل من هذه الدلائل ثلاث الأولى أنها عالية القيمة هذه المرأة كالذهب الذهب من المعاد عالي القيمة عالي الثمن فهي عالية القدر والمنزلة عند الله وعند الناس الدلالة الثانية أنها مصفات من الأدناس والأرجاس ما يخالطها نقص ما يخالطها شر معناه شنو معصومة خالية من الأدناس والأرجاس صافية صافية من الذنوب والمعاصي والشر وكل القبايح دلالة الثالثة أن صفاءها وعلو قدرها ذاتي لها مو مكتسب قيمة قيمة الذهب من قيمة الذهب من نفسه فهذا المقام خصوصاً رواية روايات قريب قريب الولادة جايبي للحاج ربما في مكة أصلاً ولد أو في المدينة ولد هذا شلون نحج فقال عليه السلام لاحظوا هاي كل كلمة فيها كل جملة فيها دلالة فقال عليه السلام مر أمه أم هذا الولد تلقى حميدة زوجة الإمام فتسألها كيف تصنع بصبيانها في الحاج اللي هذا يدلل على أنها كانت تأتي بصبيانها إلى الحاج إذا كان يوم التروية يعني في يوم التروية شتسوي بصبيانها قالت عبد الرحمن يقول قالت فأتتها هذا أم هذا الولد أتت حميدة فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه يعني من الملابس وغسلوه كما يجرد المحرم يعني تعاملوا كما تتعاملون مع الكبار وقفوا به المواقف أخذوا ياكم إلى عرفة إلى المزدلفة قفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر يعني يوم العيد فرموا فرموا عنه شيطان وحلقوا رأسه تقصير وحلق ثم زوروا به البيت نروحوا إلى الكعبة طوفوا به به ومري حميدة عليه السلام كان يقدر يجيب عبد الرحمن بن الحجاج في هذه المسائل لم يكن يقدر أرجعه إلى حميدة زين إذ من أرجع أرجع فقيه كبير سأل عن مسألة أرجعها أرجع الأم إلى حميدة في هذا العمل من الإمام أكد دلائل مهمة أذكر اثنين فقط منها الأول المسألة التي الإمام أرجع فيها ليس مسألة سهلة هي مسائل الحاج عموما صعبة وهذه مسائل الطفل الولي الصغير صعبة في مسألة صعبة أرجع فيها إلى حميدة من مسائل الحج وإل من أرجع بالواسطة أرجع عبد الرحمن ابن الحجاج إلى حميدة بالواسطة هذا شنو يستفاد منه هذا لأهل العلم لأهل الفضل جواز رجوع الفقيه أحيانا إلى غيره في بعض المسائل الأمر الثاني قوله عليه السلام كيف تصنع بصبيانها الإمام ما قال أنا معلمها المسائل هذا علمتها أخذت مني هذه هي كيف تصنع وهذه العبارة ظاهرة بشنو ظاهرة في أنها كانت تعمل بنظرها برأيها كانت تعمل مراجعة إلى الإمام صلوات الله عليه وهذا ما تقتضيه العسم فيها حينما نقاها الإمام من الأدناس والأرجاس إذن هي معصومة لا تنتق خطأ أو اشتباه لكن مع ذلك لو غضضنا النظر عن جانب العسمة لو غضضنا النظر من باب الفرض لأن فيه إشارة تعليمية مهمة لو غضضنا النظر عن هذا في هذا العمل إشارة إلى جواز الرجوع إلى الفقيهة العالمة بالأحكام الشرعية كما يرجع الإنسان المريض إلى الطبيبة ويرجع إلى الحقوقية ويرجع إلى المهندسة يرجع إلى الفقيهة في أخذ الأحكام الشرعية إذا كانت فقيهة الممنوع شنو على المرأة تولي الولاية العامة على مصالح المسلمين هذه من شؤون الرجل الفقيه الرجل أما الاستشارة الفقهية وأخذ الأحكام الشرعية إذا كانت فقيهة جامعة للشرائط لا مانع من أخذ الأحكام منها لا بعنوان الرجوع إليها في الولاية على الأمور الأممة وإنما كالرجوع إلى الطبيبة هذا الموضوع حققناه تفصيلاً في كتاب الإجتهاد والتقليد من شاء فليرجع إليه أكو أكو فرق في الرجوع إلى الفقيه بين الرجوع إليه في الفتوى والرجوع إليه في تدبير الأمور تدبير الأمور والولاية العامة بيد الفقيه الجامعة للشرائط أما الرجوع إلى الفقيه في أخذ الحكم الشرعي فقط في هذا الحدود الظاهر أنه لا مانع منه وهذا أمشاهد على هذا المعنى زين وبالرغم من ذلك مع أنها اسمه وأن الإمام الصادق أرجع إليها هي تندرج في سلسلة الرواة عن الإمام الصادق حميدة البربرية في سلسلة من روى عن الإمام الصادق الرواية وأكو رواية مهمة رواها عنها أبو بصير عن الصادق أبو بصير عن حميدة عن الصادق يرويها وهي قوله عليه السلام إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة هذه الرواية جدا عالية المضمون ومهمة طريقها إلى الإمام الصادق حميدة البربرية الشفاعة لا تنال المستخف بالصلاة يعني مو أنه لا يصلي هو يصلي ولكن يضيع أوقات الصلاة لا يبالي بوقت الصلاة وقت الصلاة حين هو مجهول بغير الصلاة هذا إذا ما عنده عذر مقبول مستخف بصلاة أو الذي يستخف في أداء الصلاة يركض في ركوع وفي سجود وفي قراءته لا ركوع يكون تام لا سجود يكون تام لا قراءة تكون تام مع الطمئنين مع الاستقرار إذا ما عنده الشكل مستعجل في صلاته هذا أيضا من المستخف ين بالصلاة شنو جزاء يحرم من شفاعتهم شفاعة ما كو إلا في الآخرة المستخف بالصلاة هذا طبعا واحد من معاني الصلاة أكو معنى باطن الآن ليس في مجال ذكرى إذن الإمام الكاظم عليه السلام سليل الإلم والأسم من الطرفين من طرف والده ومن طرف والدته والد بهالدرجة من العظمة أقر بهذا الفضل والعظم القاص والدان حتى من خالفه وعاداه شهد له بهذا غدا غدا ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر